بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في المعجزة الكبرى الحلقة اللي فاتت فجرنا فيها قنبلة عن الناسخ والمنسوخ في ناسخ ومنسوخ في ناس كتير قالت آه طبعا وفي أحكام نسخة أحكام وآيات نسخة آيات الطرح اللي احنا عرضناه في المعجزة الكبرى الحلقة اللي فاتت بيقول لا الناسخ والمنسوخ وهم كبير ده مش رأيي انا مش فيصل هنا واقدر اقيم واقول ايه الصح والغلط انا وظيفتي هنا ان انا اعرض كل الافكار الجديدة والاطروحات الجديدة واتبقى اهل العلم هم اللي يقولوا الكلمة الفصل في هذا الموضوع لكن موضوع الناسخ والمسوخ بيطلع لنا قضايا كتير لازم نناقشها زي موضوع طيب امثلة الخمر وقولنا هنتكلم عنها هنتكلم عن القصاص هنتكلم عن الرق والسبي في الاسلام وفي القرآن الكريم كل دي موضوعات ستحمل ان شاء الله مفاجآت واطروحات جديدة في المعجزة الكبرى لما نتناقش عن الدلالات اللي موجودة داخل النص القرآني بالطريقة اللي احنا ابتدنا نبص بيها لكلام ربنا سبحانه وتعالى والايات والمعجزات في هذا النص وفي القرآن الكريم المعجزة الكبرى اهلا بيكم مرة تانية في المعجزة الكبرى زي ما قلت لحضراتكم من موضوع الناسخ والمنسوخ اللي سمعنا ارى الحلقة اللي فاتت عن اجتهدات المهندس عدن الرفاعي بتقول انه مفيش ناسخ ومنسوخ وان لو يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل آية وبعدين يغيرها او ينزل حكمه ويرجع في كلامه او حاجة وبعدين تتنسي او حاجة يكون كأن ربنا ما كانش عارفها وفوجئ بيها على الارض الواقع فرح مغيرها عشان تتناسب مع الواقع الجديد طبعا الكلام ده كلام كبير وخطير في حق ربنا سبحانه وتعالى لكن هبتدي النهار ده بقضية خرجت من النقاش في قضية الناسخ والمنسوخ وهي قضية القصاص هل يترى في طرح جديد في مفاجآت جديدة الآيات ممكن نقرأها بشكل مختلف ممكن مع ضفنا المهندس عدن الرفاعي الكاتب والمفكر الإسلامي سلام عليكم نقرأ كده مع بعضين من البقرة آية 178 يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى البقرة 178 هم قالوا إن الحكم ده خلاص نسخ بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون المائدة آية 45 تعالى ناخد الآيتين كده في الميزان حسب الطرح الجديد لقد قلته في مسألة عدم وجود النسخ مطلقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذي نصطفى تحدثنا أخي علاء وقلنا حيثما يوجد ناسخ ومنسوخ فاعلم أن هناك خطأ في فهم آيات كتاب الله تعالى ما فيش ناسخ ومنسوخ قولا واحدا قول حضرتك في ناس بتقول فيه نحن سنمسك هذه الآيات آية آية وسنفسرها يعني عندنا فسرنا في الحلقة الماضية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله قلت لي أربع أوجه للتفسير للتفسير هذه كل الأوجه هل يوجد وجه من هذه الأوجه يعني فيه داعي لنسخه يعني كلام فدائما هم أقروا نسخ نتيجة عدم إدراك دلالات النص القرآني تعال إلى هذه الآية الكريمة الآية تبدأ بأي عبارة قرآنية يا أيها الذين آمنوا عندما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب لجيل أمن البشرية على مرة الأزمان هي ممكن تدي المعنى كل اللي آمن من أول آدم لغاية محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يخاطب جملة المؤمنين حتى قيام الساعة عندما نقول هذه الآية منسوخة فهذا يقتضي أن هذه العبارة يا أيها الذين آمنوا هي خطاب فقط لجزء من الجيل الأول يعني بداية الآية بيا أيها الذين آمنوا تنفي النسخة من أساسه هذا أولا كتب عليكم القصاص في القتلى ماذا يعني القصاص؟ القصاص هو تتبع أثر الشيء ذاته لأخذ القصاص منه وقالت لأخته قصيه أم موسى عليه السلام يعني تتبعي أثره وفي قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح فارتداء على آثارهما قصصا يعني تتبعا للآثار وجه منها وظيفة قصاص الأثر نعم الناس تتبع الأثر والخطوة القصاص وتتبع الأثر معروف القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يعني من هنا تعرف أنه يجب أن نتتبع أثر القاتل لنأخذ القصاص منه هو وليس من غيره هنا لفت في القرآن الكريم في العبارات القرآنية عندما ترد كلمتان معرفتان بأل التعريف علينا أن نميز هل هتان الكلمتان تردان في سياق قرآن يحمي القصاص أم في سياق قرآن لا يحمي القصاص الفارق كبير إزاي إزاي انظر في الآية التي زعموا أنها ناسخة لها قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس طيب كلمة النفس الأولى معرفة بأل التعريف وكلمة النفس الثانية معرفة بأل التعريف كونه لا يوجد عبارة قصاص فنرى أن النفس تأخذ بالنفس يعني نأخذ نفس القاتل بدلا من نفس المقتول يعني كلمة النفس الأولى تعود لفرد وكلمة النفس الثانية تعود لفرد آخر وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن وهكذا أنت بأخي علاء قال والجروح قصاص ما قال والجروح بالجروح يعني تتبع أثر الذي قام بالجرح تتبع أثره ذاته لأخذ القصاص منه أعزي توضيها لا خلاص أنا فهمت عادتك تؤصد إيه واحدة ثانية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات وقصاص طيب فهمنا الشهر الحرام يأخذ بدلا منه شهر حرام لماذا قال والحرومات قصاص يجب أن نتتبع أثر الفاعل وليس أن نتتبع أثر غيره طيب أمال يعني يعني شوف أخي علاء لو قال والحرومات بالحرومات ماذا سيحدث لكان لو اعتدى أحد على عرض أحد يحق لهذا أن يعتدي على عرض الأول وهذا لا يجوز يعني افرد فيه رجل متزوج نعم راح اعتدى جنسيا على امرأة متزوجة نعم لو كان الصياغة جب كده قال والحرومات بالحرومات كان مفروض الراجل بقى المراته اغتصبت يروح يقتصب يروح يقتصب مرات الجاني انظر إلى عظمة التصوير القرآن وده لا يمكن طبعا قال والحرومات قصاص يعني تتبع أثر الفاعل واخذ القصاص منه هو ولا علاقة لك بغيره طيب وما لما أبتدي بقى أقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفة بالأنفة يا أيها الذين آملوا كتب عليكم القصاص وفي القتلة بمجرد ورود عبارة القصاص فهذا يعني تتبع أثر الفاعل لأخذ القصاص منه طيب الحر بالحر يعني إن كان القاتل هذا الحرة ذاته لاحظ أخي يعلاء يعني كلمة الحرة الأول في الحرة والحرة الثانية تعودان إلى ذات الشيء إلى ذات الشخص يعني بمعنى إن كان القاتل هو الحرة فقتلوا هذا الحرة ذاته والعبد بالعبد وإن كان القاتل هو العبد فاقتلوا هذا العبدة ذاتها وإن كان القاتل هو الأنثى فاقتلوا هذه الأنثى ذاتها ليس يا غا ما جادش من قتل يقتل وخلاص ليه بقى ما فصرهم حذر السؤال وعبد وأنثى طبعه لو قال اللي قاتل من قتل يقتل هتبقى تشمل أي كائن بشري أنت مصر أخي علاء أنا أتحدث بهذا الموضوع مصر أرجوك أنا ما قد أنك قد تبعني عبر سنين في شغلي أنا بفوت حاجة كده وقولي الله زي بعضنا عبديها ما بفوت شانا هنا كلمتها الحر والعبد لا تشيران إلى جنسين مختلفين من البشر كما قيل تاريخيا هنا تشيران إلى مرتبتين وظيفيتين في ساحة عمل واحدة كيف؟ أنا عندي وزير وعندي مستخدم أنا عندي ضابط وعندي مجند مثلا في معركة في ساحة هذه المعركة الضابط هو الذي يعطي الأوامر لمن؟ للمجند ضمن إطار ساحة عمل هذه الساحة الضابط حر والمجند عبد يعني كلمة الحر تعني صاحب القرار في مسألة ما وكلمة العبد تعني المنصاع لهذا القرار في تلك المسألة يعني أنا عندي مثلا ضابط قتل مجند يقتل الضابط وزير قتل مستخدم يقتل الوزير حسب توصيف حضرتك؟ يعني كلمة الحر تعني صاحب القرار الحر يعني يستطيع أن يتخذ قرار في هذه المسألة كلمة العبد الذي لا قرار له في هذه المسألة بذات المرتبة الوظيفية يعني نحن كنا نريد أن نؤجلها إلى مسألة العبد ومكلمين ولكن لا بأس ذلك لاحظ أخي علاء لو كانت كلمة الحر تشير إلى جنس هم الأحرار جميل؟ طيب جنس الأحرار ما في ذكره إناث؟ فيه فيه طيب ولو كانت كلمة العبد تشير إلى جنس هم العبيد ما في ذكره إناث؟ فيه لماذا قال والأنثى بالأنثى؟ في ذات العبارة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إذن قضية ليست كما يقولون يعني الله يقول لنا لا المرتبة الوظيفية تمنع القصاص من الفاعل ذاته ولا الجنس ذكورة أو أنثى يمنع القصاص من الفاعل ذاته طيب لو كلام حضرتك كده مزبوط نعم عندي الحر بالحر والعبد بالعبد نعم طيب قبل ما يقول الأنثى بالأنثى أو بعدها ما كان قال والحرة بالحرة والأمة بالأمة ما قالش كده ليه ليه سبها الأنثى بس لوحدها شوف أخي علاء عندما قال الحر هو لا يقصد ذكورة وأنثى وعندما قال العبد هو لا يقصد ذكورة وأنثى هو يقصد صاحب قرار حر في مسألة ما كما قلنا يلعظ أنت إلى عظمة النص القرآني يعني هم التفسير التاريخي ليس صحيحا ولا بأي شك بالأشكال يعني أولا كما قلنا في الحلقة الماضية هو يعني اتهام للنص القرآني بأنه يحمل الظلم حتى اتهام لله سبحانه وتعالى يعني لو كان كلامهم صحيحا أنه إن قتل حر من هنا فاقتلوا حرا من هنا لقال الله تعالى كتب عليكم في القتلة كان وضع قصاص حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى ولكن الله تعالى لا يقول ذلك يقول كتب عليكم القصاص في القتلة الحر بالحر يعني إن كان القاتل هو الحر فاقتلوا هذا الحر ذاته بغض النظر هو قتل حر ولا قتل عبد ولا قتل عبد ده ست القاتل والعبد بالعبد يعني كان قاتل هو العبد فاقتلوا هذا العبد ذاته والأنثى بالأنثى أشعرف أنا حاسس أن الصياغة فيها أكتر من كده لأن أنا عندي حر وعبد وأنثى بالضبط ليه وربنا ما قالش القاتل خده هو يقول ذلك عندما قال كتب عليكم القصاص في قتله الآن يفسر أفرد الأنثى دي قتل تعايل صغير طفل صغير تقتل فيه تقتل فيه القاتل يقتل أخي علاء إذاك لاحظ ما قال ما قال الحر بحر أو حر بالحر أو يعني الصياغة واضحة كتب عليكم القصاص في القتلة الحر بالحر يعني شوف أخي علاء لو كان مثلا قتل حر هنا الحر معلوم لأنه مقتول بس اللي قتله عبد اللي هو يعني أفرد بالطرف الثاني اقتلوا واحد ما كان قال حر بالحر أو الحر بحر لأنه واحد معرفة واحد نكرة توصد لو كانت السياغة جات كده بالضبط يبقى ده مبرر لبعض الناس اللي بتاعي بحبتك الضراء بالضبط نقول لك هم ما قتلوا من قبيلة بتاعتنا أو من عائلتنا نقتل منهم واحد مش مهم الواحد ده وخلاص المهم نقتل منهم واحد تصوراتهم القبلية على الآية الكريمة لاحظ أخي علاء قتل هنا عندي واحد حر أليس هو معرفة؟ معروف فلان قتل لو كانوا اقتلوا حرا ما من الطرف الثاني لقال الله تعالى كتب عليكم في القتلى حر بالحر يعني كان هذا ظل بقي معرفة وذاك نكره أو الحر بحر أما الله تعالى لا يقول ذلك يقول كتب عليكم القصاص في القتلى يعني تتبعوا أثر القاتل واخذوا القصاص منه يعني من ذاته بغض النظر هو حر ولا عبد ولا سجد ولا عي عادة بعد ذلك فصل قال للمراتب الوظيفية تمنع من القصاص يعني الحر بالحر والعد ولا الجنس ذكورة وأنوثة يمنع من هذا القصاص إذن القاتل يقتل هكذا تقول الآية وهذه الآية متكاملة مع الآية التي زعموا أنها ناسخة لها ذلك انظر أخي على عظمة الإعجاز القرآني لو أخذنا القيمة العدية لهذه العبارات التي قالوا بأنها منسوخة زاد القيمة العدية للآية التي قالوا بأنها ناسخة لها فوجدنا المجموع المضعفات لعدد 19 دون باقي يعني نحن بسريع يعني يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قيمته 481 ويقول تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح وقصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون تسعمية وستة الآن 481 زائد تسعمية وستة يسوى 1387 يسوى 16 في 73 إذن هتان العبارتان أخي على متكاملتان في المعنى كما شرحنا لغويا ومتكاملتان أيضا في الأرقام إذن لا يوجد تناقض في القرآن لا يوجد اختلاف ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لماذا زعموا نسخ هذه الآية أسقطوا تصوراتهم القبلية على هذه الآية يعني مثلا قتل حر من هنا اقتلوا حرا ما من الطرف الآخر طيب أفرض هذا الحر قتلته إمرأة نترك الإمرأة القاتلة ونذهب إلى إنسان بريء لنقتله هذا الفهم الخاطئ دفعهم لكي يقولوا بنسخ هذه الآية عندي ملحوظة الآيتين لحضرتك ذكرتهم الأولى اللي هي الناس المفسرين قالوا إن هي منسوخة نعم اللي هي في صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا نعم وحضرتك فسرت إن النداء لكل أدباع في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة بإنما الآية التانية اللي بتبتدي وكتبنا عليهم فيها عائدة على بني إسرائيل على بني إسرائيل لأن في ناس كتبتكلم وبتقول إن يعني هو في القرآن الكريم بيدعو دايما للاعتداء وإن عدم المسامحة بينما مثلا في العقيدة النصرانية إن المسيح عليه السلام من لطمك على خدك الأيمن فقدر له خدك الأيسر وإن هو يعني نسب إلي إنه قال عليه السلام أحب أعداءكم وباركوا لعينيكم فبالتالي يبقى في العقيدة النصرانية في مسامحة ومودة وسلام بينما الإسلام دين عنيفة هو بيقول العين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن ونسيوا إن ربنا بيتكلم هنا عن بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها في التوراة صحيح يعني هم أصلا قولهم بأن هذه الآية تنسخ هذه العبارات هو بالأصل أخي علاء ليس سليما يعني هي الفكرة من أساسها ليست سليمة لا أخوة تبال حضرتك إن نهاية الآية ربنا بيحض على التصدق فمن تصدق به يعني بالجرح بتاعه أو بالأذن الأذن بكون أفضل فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون يعني يا أهل التوراة إن لم تحكموا بالتوراة التي أنزلت إليكم فأنتم ظالمون جميل طيب يعني ما أريد أن أقوله أخي علاء الفهم الخاطئ لذلالات الآيات الكريمة هو الدافع الأول وراء الزعم بنسقها هذا قانون سأخذ فاصل وأسأل حضرتك عن قضية تانية زي موضوع الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين البقرة 180 وبعدين اتقال أن بعد كده حصل نسخ في آيات المواريث التي نسخت هذه الآية نسخت الأحكام الموجودة فيها هذه الآية حقول برضو يعني ده مع الآيات عشان نحطها برضو على ميزان الفصل ولكن بعد الفاصل تابعونا مرة أخرى والمعجزة الكبرى أهلا بيكم مرة تانية في المعجزة الكبرى من خلال الكلام عن الناسخ والمنسوخ بيطلع قضايا كتير جدا نتكلمنا على مسألة القصاص في القتلة هنتكلم دلوقتي على مسألة المواريث تعالوا نقرأ مع بعض البقرة الآية 180 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وانترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كويس قيل من المفسرين بعد كده أن الآيات المختلفة اللي نازلت فيها أحكام عن المواريث نسخت هذا الحكم وأيضا في حديث في سنن التنمذي إن الله قد أعطى لكل دي حق حقه فلا وصلة لواريث كويس إزاي نفسر الآية من يتبدين في البقرة مع طبعا هذا الحديث والآيات الثانية اللي تكلمنا عن نسخ أحكام المواريث قبل أن نبدأ أخي علاء في تفسير هذه الآية ألا يخجلون من الله سبحانه وتعالى أن يقولوا هناك حديث أحد في سن التنمذي ينسخ آية من كتاب الله تعالى يعني قبل أن ندخل في تفسير الآية نحن سنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى أنهم أيضا فهموا هذه الآية فهما خاطئا فزعموا نسخها ولكن قبل ذلك كيف لحديث أحد في سن التنمذي أن ينسخ نصا قرآنيا يعني حدنا إذا كان سيبيع بناية أو بيت سيأتي بشهود ومواثيق وكذا فكيف بحديث في سن التنمذي ينسخ هذه الآية هذا أولا ثانيا تعالي ننظر إلى الآية قالوا نزلت هذه الآية وكانت توجب أو على من يخضره الموت أن يوصي للوالدين والأقربين بعد ذلك نسخ هذا الحكم آيات الموارث ومنهم كما تفضلت من قال الحديث في سن التنمذي أول قضية لو كانت هذه الآية تحمل حكما للذي يحضره الموت بأن يوصي أليس كذلك لبين الله تعالى المقدار ما سيوصي سيوصي بكم يعني لو كانت هذه الآية كما قالوا تحمل حكما لمن يحضره الموت بأنه يجب أن يوصي لبين الله تعالى المقدار وفي الآية لا نرى تبيانا لأي مقدار لكن قال بس للوالدين والأقربين طبعا سنرى أن دلالاتها غير ذلك لكن أنا أطرح مجموعة من الاستفسارات والمفاهيم أخي علام طيب تفضل اثنين لو كانت خاصة بالإرث كما يقولون لكانت واجبة سواء أوصى أم لم يوصي أليست حسب قولهم تحمل أمرا من الله سبحانه وتعالى طب أفرضي أخي ما أوصاش واجبة لكانت واجبة يعني لكن ما نراه في الآية أنه لا يوجد قال الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين أتت ندبا لم تأتي فرضا هذا ينسف ما ذهبوا إليه قضية ثالثة طيب لماذا هذا الذي يحضره الموت يوصي عندما يحضره الموت لماذا لم يوصي قبل يوم قبل يومين قبل شهر قبل شهرين وهو في تمام صحته وفي وعيه يعني لماذا عندما يحضره الموت لاحظ أخي علام لاحظ الفهم الخاطئ للآية كيف فهموها فهما خاطئا ماذا تقول الآية تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الذي كتب ليس على من يحضره الموت الذي كتبه على المحيطين بمن يحضره الموت وهنا الخطيئ الكبرى في فهمهم لهذه الآية الكريمة نحن مجتمعون مثلا خمسة ستة سبعة أحدنا حضره الموت كتب علينا نحن المحيطين به أن نسمع وأن نشهد وكتب على القاضي أن يحكم لاحظ أخي علام كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ما قال كتب على أحدكم إذا حضره الموت أو كتب عليكم إذا حضركم الموت يعني فيه دقة في اللفظ الذي كتب هو على المحيطين بمن يحضره الموت لذلك ما يدل على حقيقة ما نذهب إليه اقرأ الآية التالية لها قال فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إذا القضية ليست بمن مات القضية بالمحيطين بمن يحضره الموت واضحة أو لا يبقى التكليف للمحيطين بمن يحضره الموت وإلى كيف أفهم الآية التالية فمن بدله هذا بدله الذي سمع الشاهد بعدما سمعه فإن إثمه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسم جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفوا رحيم القضية لا تتعلق بمن يحضره الموت الذي كتبه على المحيطين بمن يحضره الموت فمن بدله بعدما سمعه إذا الكلام موجه لمن أخي علاء للشاهد اللي سمع واحد بيموت بيوصي وللقاضي أن يحكم وللأمة أن تنفذ إن كانت بنور الله هكذا يقول النص هم ماذا فهموا الآية قالوا النص موجه لمن يحضره الموت عليه أن يوصي هذا الفهم الخاطئ أخي علاء دفعهم لأن يزعموا نصق هذه الآية طيب لا هنكمل في الآية الآية لسه لك أتخاف على الحديث في الترميذي الحديث واضح أول الحديث لا يتعرض مع الآية قال يعني أن الله قد أعطى لي كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث يعني بلنش علاقة في الموضوع اثنين أفرض له علاقة يعني كيف لي حديث في سنة ترميذي يا أخي علاء أن ينسخ آية في كتاب الله تعالى يعني الوهل الأولى قبل أن ندخل في تفسير هذه الآية تقصد يعني منطقا أنه منفعش ربنا ننزل آية وبعدين ييجي كلام مستحيل يلغيها ما يبدل القول لدي ولو كان من عندي غير الله لوجده فيه اختلاف كثيرة شوف أخي علاء كتب مذكر أم مؤنث مذكر الوصية مذكر أم مؤنث مؤنث إذا الكتب ليس الوصية مش كتبت يعني مش كتبت هذه واحدة هم يقولون إذا تم فصل الفعل عن الفاعل تجوز المخالفة يعني تقول مثلا جاء إلى القاهرة الدكتورة فلانة يعني تم فصل الفعل عن ماذا عن الفاعل نقول لهم يجوز ولكن هنا لا يجوز لأن قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه يدل على أن الذي يعني الذي بدل الذي كتب ليس الوصية ما قال فمن بدلها أخي علاء يعني الذي كتب مذكر لأنه يعني السماء هذه قضية مهمة جدا في تفسير هذه الآية فمن بدله يعني للي كتب بعدما سمعه ما قال فمن بدلها إذا كتب السماء والوصية مبتدأ أنا عندي يعني نحن لا نريد أن نتقل في الأعراب ولكن الوصية هنا يعني ليست نائب فاعل كتبه يعني مش كتب الوصية هي مبتدأ يعني الوصية تحق حقا للوالدين والأقليم والعرفة على المتقين طيب أنا عندي برضو آية تانية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم نعم شهادة بينكم نعم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية هذه تؤكد ما هذا هذه تؤكد ما نذهب إليه اقرأها الآية حب حب يا أيها الذين آمنوا نعم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت جميل الكلام موجه لمن يحضره الموت أم لمن يحضره الموت للشاهدين للشاهدين خلاص انتهى الموضوع وهنا كتب عليكم للشاهدين إذا حضر أحدكم الموت تلك الآية تؤكد أخي علاء صحة ما نذهب إليه إذا لاحظ أخي علاء هنا قضية مهمة الفهم الخاطئ للنص القرآني دفعهم للزعم بنسخها إذا حيثما ترى ناسخا ومنسوخا فاعلم أن هناك فهما خاطئا لذلالة كتاب الله طيب أنا عندي مثلا في صحيح البخاري نعم سيبك من سورة الترمذي نعم دلوقتي دعا نروح لصحيح البخاري نعم لا وصية اللي وارث نعم يعني إذا الله هذه القضية يا أخي يعني يعني الله عندما قال من بعد يوصي يوصي بيها أودين لم يضع استثنان يعني أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع يعني أنا أقول الرواية ليست حجة على كتاب الله تعالى طيب أقول لك حاجة قولا واحدا طيب مهما كانت الرواية طيب استنى بس في صحيح البخاري عديث الوصاية نعم الترقيم 2747 نعم حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن عبي عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عبي عن ابن عباس نعم قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثنين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع كان أين؟ يعني هل يوجد نص قرآني يحمل هذا الكلام لنقر معهم أنه يوجد ناس خمسوخ؟ أنا أقول لك أنه موجود في صحيح البخاري أخي علاء يعني نحن لا نريد يعني أن نتهم بأن ننكر السنة أو كذلك صحيح البخاري ومسلم والكافي عند الشيعة وغير ذلك كلها روايات تاريخية تحمل من الحق بمقدار ما تتطابق مع كتاب الله تعالى كل ما خالف كتاب الله تعالى هو باطل يعني بمعنى هو ليس من السنة يعني بمعنى هو مفتر على محمد صلى الله عليه وسلم يعني هل توقع أخي علاء أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يخالف النص القرآني لا طبعا طب خلاص معناته هذا كلام مفتر عليه حتى لو ورد في صحيح البخار ويرد وين ما يرد يعني هذه روايات يا أخي علاء جمعة في قرن الثالثة الجري يعني هم يحاولون رفعها رفعها إلى مستوى النص القرآني لذلك زعموا الناس خمسوخ وزعموا العبيد وملك اليمين وزعموا وزعموا هذا كل كلام القرآن الكريم هو المعيار الأول الأخير لكل شيء عايز أقول لك حديث في صحيح مسلم نعم يأكد كلامك نعم يأكد رؤيتك للآية الأولانية نعم اللي الناس قالت أنها نسخت نعم أنت قلت أن هم بيفسروها أنه إذا حد بيموت يبقى لازم يوصي بالضبط وقلت أنه لما ينفعش أن ربنا ما قالوه طب يوصي إزاي الكلام المحيطين بمن يحضره الموت أنه خدوا بالك خدوا هو يشوفه هيقول إيه نعم وكتبوه نعم مش كده نعم طيب وانت طرحت السؤال مهم جدا هو أنا لازم أستنى وأنا عارف هموت إمتى طب أنا ممكن أموت قبل يوم قبل ثلاثة لكن إفرد أنه هو بنتكلم على حالة واحدة اتعور وجاله أزم على البيئة ولسه قدام وقت عبال ما يموت فعنده تركيز عشان يوصي طب إفرد اتخبط مرة واحدة وما كانش عنده وقت طيب في صحيح مسلم الترقيم 4291 نعم حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيا وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استنى بس خد وبعد كده أقول قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده فكان لماذا يبقى وينتظر هو أصلا هل يعلم متى يحضره البوت الإنسان لا طب الفهم خاطئ من أوله إلى آخره يا أخي لا هم فهموا الآية أن الخطاب الإلهي موجه لمن يحضره الموت هنا مكمن الخطأ لو فهموها فهما صحيحا لما قالوا بنسقها وهكذا كل آيات الناسق والمنسوخ أفهام خاطئة كان الحل انسخ طيب إذن يعني أنا عندي حديث كتير أنا مش عايز أكرر حديث لكن صحيح مسلم في يعني حاجات كتير عن الوصية برضو نفس الكلام أخي علاء نعود للمشكلة الأولى إذا لم نعتبر كتاب الله تعالى معيارا للروايات ولفهمنا ولفقهنا ولعقيدتنا فسنضل هذا كلام واضح يعني رأيت أحاديث الدجال المرة الماضية أنا أتت لك بثلاث أحاديث مئات الأحاديث أخي علاء لا يجمع بينها رابط اقرأ أحاديث المهدي المنتظر أيضا لا تصل إلى النتيجة يعني كل مذهب فصل له يعني مهدي منتظر حسب ما يريد عند أهل السنة حاجة وعند الشيعة حاجة وعند الشيعة في خلاف وعند السنة في خلاف وكل واحد حط دجال كما يريد طب أين هذا الكلام في كتاب الله تعالى طب قضية مهمة أخي علاء كالدجال والمهدي المنتظر لماذا لم تذكر لها إشارة في كتاب الله تعالى يا أخي فرعول نذكر عشرات المرات في القرآن صحيح الكلام طب لماذا الله سبحانه وتعالى قضية مهمة إن كانت صحيحة لماذا لم يذكر لها ولو إشارة في كتاب الله تعالى الذي قال عنه ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء خلص لماذا هو ليس تبيانا للمهدي المنتظر والدجال يعني مدام تبيانا لكل شيء كان من المفروض يعني لو كانت الأمور صحية يعني كنت بيانا للدجال والمهدي المنتظر أما القضية كلها قضية روايات جمعت في القرن الثلاثة جرية أنا عندما قلت لك انتظرني كنت أقول انتر حدثنا حدثنا ويقولون لك جمع الحديث في عصر رسول كيف جمع؟ لماذا حدثنا إذن؟ مدام جمع يعني هل قرأت مراتا نصا قرآنيا حدثنا فلان عن فلان عن فلان لا قل هو الله أحد لا لأنه كتب عصر رسول طب هل قرأت حديثا مكتوب في بدايته هذا مما كتب من صحيفة كذا أو بين يدي الرسول كله حدثنا سمعنا أخبرنا حديث يا أخي على جمعة في القرن الثلاثة اللي يجري يولدون فرضها على الأمة على أنها دين نقول لهم نحن لا ننكرها نقول ضعوها في ميزان القرآن الكريم يا سنة ويا شيعا ستتحدون وستسيرون في سبيل واحد هو كتاب الله تعالى انت قارت كتاب الأستاذ جمال البنة جناية قبيلة حدثنا فيه جنيت البخاري لا زكري كثير من ذلك تقول بذار الكلام أخي على أي إنسان أي إنسان أي إنسان يقرأ هذه الروايات يعني بهدوء وبتجرد سيرى الحقيقة أنا مش حابب أخش في صراعات لكن أنا أنا كرجل لكن لا تجعلوا هذه الروايات يا أخي حجة على القرآن لا نريد منهم شيئا نحن هم ماذا يريدون يريدون أن يجعلوها حجة على القرآن انظر بيقول لك ينسخ الآية حديث حدي ينسخ الآية قرأنا قبل شوي إن الله قد أعطى لي كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث قرأته قبل قليل هذا الحديث زعم وأنه ينسخ القرآن طيب كيف حديث ينسخ القرآن يعني أين كرامة القرآن العبد الضعيف إلى الله رسالته أن يبين الحقيقة للناس حضرتك بتقول طبع بتقول وجه نظر في وجهات نظر أخرى لازم نفتح إن شاء الله في حلقات قدمة باب النقاش لتبيان الحقيقة أنا مهمنيش مين اللي يطلع صح ومي يطلع غلط الأستاذ عدام ما هوش صحبي ولا قريبي أنا هحبيله ولا الشخص التاني أو العالم الجليل لأخر لنا إن شاء الله هتدي له فرصة إنه هو يقول أي أفكار أو معتقدات أخرى يعني لا أنا ضد ولا معه لكن أنا وظيفتي إن أنا أبين الحقيقة للناس لأننا نتكلم من وجهة نظر المتوضعة على مفاجأة القرن الحادي والعشرين في مسألة فهمنا وتلقينا للنص القرآني طيب عندي نماذج كثيرة وعندي قضايا تانية أنت اللي فتحتها من كلامنا عن الناسخ والمنسوخ أنا أود أن أمر عليها آية آية همر عليها آية آية هاخد فاصل وثبت للعالم أن الناسخ المسوخ حبار عن وهم طيب هديك فرصة تقول كل اللي أنت عايزه بفكرك لسه ما تكلمناش عن موضوع أحكام الخمر ونسخها وعندي كمان موضوع الصيام ونسخ أحكامه طبعا قال المسخ هم بضع أيام عدودة ولا هو شهر كامل وكان فيه نسخ ولا مفيش نسخ كلها قضايا ساخنة جدا ربنا يعين عليها بعد الفاصل في المواجزة الكبرى اهلا بيكم مرة تانية في المواجزة الكبرى هنتكلم عن الصيام فرضية الصيام وعندي آيتين وحنقراهم ونشوف هل فيه أحكام نسخة أحكام ولا لأ هقول لكم اللي كان مشهور عند الناس إن الصيام كان أيام معدودة ما كانش شهر كامل وربنا بعد كده نسخ هذا الحكم بأنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد الشهر فليصومه يبقى شهد الشهر كله يصوم الشهر التلاتين يوم وبعدين الحكم القديم كان بيتقال اللي يطيق الصيام ويقدر يصومه بس مش عايز يصوم يدفع فدية يدفع فلوس التخفيف ده تشال لما نزلت الآل بعد كده وتقال لا مدام حضرتك صحيح ومنتش مريد ومنتش مسافر وحضارة شهر رمضان لازم تصوم التلاتين يوم تعال نقرأ كده الآيات مع بعض سورة البقرة 183-184 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وفي تخيره الصوم أحسن لو أنت عايز الكلام ده اتقال أنه ناسخ لصوم يوم عشراء ومعنى الآيات حسب الناس بقالت أنه كتب عليكم صيام ثلاثة يام من كل شهر أيام معدودة الآية دي نسخت بالآية اللي بعدها اللي هي فيها شهر رمضان البقرة 185 بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون البقرة 185 هل 185 نسخت الأحكام اللي في 183 و 184 ولا لا؟ أولا الآية 183 تقول يا أيها الذين آمنوا هل يا أيها الذين آمنوا هو خطاب لجزء من الجيل أول مستحيل هذا أولا لكل الجيل حتى قيام الساعة الله تعالى يخاطب جملة المؤمنين في العالم فيقول لهم يا أيها الذين آمنوا إذا أنا قل يا أيها الذين آمنوا بدأ فهمها للجيل الأول فهذه مشكلة هنا مشكلتهم هم لم يروا القرآن الكريم إلا في الجيل الأول يعني وضعوا الجيل الأول سقفا وساروا تحته هذه مشكلتهم تحدثنا نحن عن ذلك في تدرج الرسالات السماوية تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع تعالي ننظر في الآية في هذه الآية الكريمة أول من أين أتوا بصيام ثلاث أيام كل شهر وما بعرف إيش ويوم عشرة هل وجد في النص هذا الكلام لا يعني هل رأيت أنت في هذه الآيات التي قرأتها قبل قليل هل وجد صوم ثلاث أيام كلمة أيام معدودات بتدي إحساس حاجة معدودة ممكن تعد على أصابع اليد الواحدة صحيح طيب نفهم إيه من الموضوع تعالي نحلل الآية أولا ماذا ترى في الآية هل الله يا أخ علاء ينسخ ما هو يسر ولا ينسخ العسر إن كان نسخه لا ينسخ من أصله يعني هل الله تعالى ينسخ اليسر الله لا ينسخ اليسر الآية يعني لاحظ الآية ماذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر طبعا العسر اليسر يعني في هذه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام الأخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذن هذه الآية تحمل يسر بين بناء على فهمهم تقصد أن هنا شكل الحكم اتصعب شوية حسب كلامهم الصيام كان ثلاثة أربعة أيام يعني كان سهل صار صعب حسب كلامهم بقى شهر يعني التلاتة انضربوا في عشرة بقى أمتلاتين طبعا وبعدين كان فيه اللي مش عايز يصوم يدفع فدية يعني تصاعدي ها القساوة تصاعدي بينما أرى في النص عكس ذلك بينما اتشالت الفيدية دي وبقت على طول الرخصة للمريض أو المسافر لكن المش عايز يصوم ده وكان فيه رخصة لي أنه يدفع فلوس هذا قولهم أخي علاء دعم أنا بقول لك الرأي اللي بيقول كده أخي علاء أنا رأي أن الآية التي زعموا أنها ناسخة يقول الله تعالى بها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إزاي ثلاثة بقواهم ثلاثين وربنا كده بيسر كيف يعني بنانع قولهم وهذه الآية أحكامه أصعب من السابقة وهذه اليسر هذا ينقض ما يذهبون إليه هناك ملاحظ أخي علاء ماذا تلاحظ في الآيتين هناك جملة تتكرر ما بين النص الذي زعموا أنه منسوخ والنص الذي زعموا أنه ناسخ له ما هي ما هما عبارة نفس العبارة تقريبا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر وقال أيضا في الآية الأخيرة ومن كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر ماذا نفى من هذا الكلام أخي علاء لو كان يتكلم عن نفس المسألة لماذا يكرر هذه العبارة شوف أخي علاء الآية الأولى والثانية تتحدثان عن الصيام بإطاره العام نحن كم فرض في القرآن الكريم الذي يحلف اليمين على كفارة الصوم كم مرة ذكرت في القرآن الذي يقتل مؤمنا خطأ شوف أخي علاء الآية الأولى والثانية تتحدثان عن الصوم بإطاره العام الآية الثالثة التي زعموا أنها ناسقة تختص بشهر رمضان بدليل أنها بدأت بالعبارة شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم هم لم ينتبهوا لقضية أن الآية الأولى والثانية تتحدث عن الصوم بإطاره العام لذلك ترى فيها أخي علاء وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ومسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له صيام التطوع وأن تصوموا خير لكم إذن الآية الأولى والثانية تتحدث عن إطار العام للصوم الذي فيه التطوع فيه الكفارة فيها خيارات لحيانا تختار بين الفدية وبين الصوم الآية الثالثة هي آية خاصة بشهر رمضان ولا تعارض بين هذه الآيات أبدا أعيدها ولا لا لا استنى بس عشان أنا يعني في مسألة يعني أخي علاء الصيام التطوع صيام الكفارات أنت أنظر إلى الآية 184 قال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفرا في عدة أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له كان قضية أخرى غير شهر رمضان وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الآن الآية التي تتليها قال شهر رمضان الآن بدأنا بمسألة جديدة مختلفة عن المسائل السابقة طيب في صحيح مسلم الترقيم 2741 حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مدر عن عمر بن الحارث عن بوكير عن يزيد من مولى سلمة وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها صحيح مسلم كل المشكلة ما هي المشكلة هنا هم ينطلقوه تفنع تدور تتكلم حتى أنا أجب لك الحديث أهو بالترقيم بتاعه شوف أخي علاء هنا المشكلة في هذه الروايات نحن ماذا قلنا منذ البداية علينا أن لا نجعل من هذه الروايات حجة على كتاب الله تعالى جعلة حجة على كتاب الله تعالى فزعم النسخ طبعا أنا ملحوظة في الحديث اللي أنا قريته نعم زي ما قلتنا حضراتكم الحديث في صحيح مسلم يعني حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم وترقيمه 2741 نعم كويس كده خدتوا بالكوا حدثنا عن 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 آخر اسم خالص عن سلمة ابن الأكوع نعم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية نعم فين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث هذا معروف في الحديث أخي علاء يعني نحن لا نريد أن ندخل في في أنواع الحديث لكن مهما كان الحديث أخي علاء يعني أفرض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض هذا الحديث يعني ما الذي يعني يجعلني أؤكد أن هذا الحديث صحيح وكيف أجعل مثل هذا الحديث حجة على كتاب الله تعالى كما فعلوا في المرة السابقة عندما قالوا ينسخ الآية التي رأيناها في سورة البقرة الحديث الذي بعده على طول برضه عن نفس الشخص أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله يبقى إذاً هذا واحد يحكي عن عالم مرحلة من شاء أصام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فالروايات لن تصل إلى شيء أخي علاء فالروايات لن تصل إلى أي حقيقة أنا عندي خبرة في الموضوع أنا لي كتابان في الموضوع الروايات فيها الكثير من الاختلاف والتناقض وليست حجة على كتاب الله تعالى نحن علينا أن ننظر إلى القرآن أنا دليلي في هذا الموضوع أخي علاء أن الآيتين الأولى والثاني تحملان أحكاماً على سبيل التخيير وسبيل التطوع وهذا أن الصوم بإطاره العام الآية الثالثة تبدأ بالعبارة شهر رمضان هي بشهر رمضان ولا تعارض بين هذه الآيات على الإطلاق بل هي متكاملة طيب يا رائك شوف القيام العديد لها أخي علاء شوف قيام العددية يعني شوف نحن معجزة العدد 19 هل تؤكد ما نذهب إليه تعالي لنرى طيب يال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون هاتان الآيتان أخي علاء مقن مسألة كاملة في المعنى هما مسألة كاملة في الأرقام قيمتهم العديد ساوي 1292 وساوي 19 درب 68 19 في 18 19 في 18 إذن هما مسألة كاملة يتكلم أنظر الآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الدنيا والفطان فمن شهد منكم الشهرة فليصم لنأخذ من عند فمن شهد منكم الشهرة فليصم كمان لأنها تتعلق في موضوع الصوم بداية التكليف يعني يعني أنا لا أقول العبارة القرآنية يا أخي علاء تحمل معنى واحدا الذي أذهب إليه هذه تحمل يعني الكثير من الدلالات لكن نحن في سياق نجيب على زعم شوف العبارة قال فمن شهد منكم الشهرة فليصم يمن عند فمن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى قيمتها 329 17 في 21 إذن حتى القيم العددية تؤكد أن المسألة الثانية يعني مسألة متكاملة خاصة برمضان والمسألة الأولى تخص الإطار العام للصوم ولا تعارض بين النصين ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرة لا وجد فيه اختلاف لأنه من عند الله جميل مش عايزة في الموضوع الصيام الحلقة خلصت الحلقة الجاية لسه عندي أسئلة كثيرة جدا حديك مثال الكلام عن الأحكام التي قيل أنها نسخت مش بس في عدد الأيام اللي تلاتة بقم تلاتين ولا موضوع اللي كان مش عايز يصوم وهو قادر كان بيفتدي نفسه بفدية عشان ما يصومشي لا ده أنا عندي كمان كلام عن أن كان الصيام يدوبك الواحد لما ييجي المغرب في الحكم الأول حسب الكلام اللي تقال لنا الحكم الأول كان الإنسان يفضل صائم من أدان الفجر إلى أدان المغرب لما يدن المغرب يفطر فإذا خلص أكل يمتنع تماما عن الأكل والشرب تاني لغاية وقت الفجر يعني يدوبك هنفتح الباب يأكل ويشرب ونقفل الباب تاني وما يأكلش ويشرب لغاية الفجر ومش كده وبس يمتنع عن الأكل والشرب والجماعة كويس؟ نعم عندي مثلا حديثة هو برضو في سنن أبو داود رقم 2315 حدثنا حدثنا عن ابن عباس لما نزلت الآية يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان الناس على أهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرموا عليه من الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال سبحانه علم الله وأنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم فالآن أبشرهن إلى آخر الآيات وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر انتهى كلامه وانتهى وقت الحلقة الحلقة الجاية إن شاء الله سنتكلم على برضو قضية الناس خلمنسوخ ولكن في موضوع الصيام وفي قضايا أخرى كلها كبيرة ومهمة وخطيرة نكمل إن شاء الله في المعجزة الكبرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة